والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في سيديو الأخبار الدكتور رائد بن شمس مدير عام مهد الإدارة العامة أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا نتحدث اليوم عن استراتيجية ثلاثية لتطوير واقع الخدمات التنموية وتطوير الإدارة العامة الممكنة نريد توضيح وسيط لهذه الاستراتيجية الثلاثية ومعنى الموارد الممكنة الحمد لله بعد تقريبا عشر سنوات من شاء المأهد وحقيقة أقل سبع سنوات من البدء الفعلي لأعمال المأهد استطعنا من خلال أسرة المأهد والتشارك الكبير جدا مع مؤسسات الحكومة أننا نتخطى الاستراتيجية الأولى ونحقق أهدافها كانت في الأصل نطمح أن نكون شريك الأمثل أمام القطاع العام واليوم في أكثر من 67 مؤسسة حكومية ترتقي أن المأهد هو المزود الرئيسي لعمليات التدريب بل حتى البحوث والاستشارات فانتهت هذه المرحلة سألنا نفسنا سؤال مهم هل هذا التغيير والتطوير الذي قدمناه لمؤسسات الحكومية كافي هل وصلت إلى المواطن هل بالفعل المواطن حسب التغيير على أرض الواقع سؤال صعب شوي لكن لا بد أن نوقف وقفه بيننا وبين نفسنا فلذلك ارتأينا أن تكون استراتيجيتنا الجديدة على بساطتها خلينا من الكلام الجميل المباهرج في كثير من الاستراتيجيات نتكلم بشكل بسيط جدا أنه كيف ممكن نصل إلى المواطن بما بالفعل نخدم فيه المواطن نحن كما يقول جلالة الملك نريد موظفين قطاع خامل قطاع العام لخدمة المواطن فهل بالإمكان أن نصل من خلال أربعة أهداف استراتيجية بسيطة جدا نحاول من خلالهن نوصل إلى خدمة هذا المواطن وهي الأولى تطوير الخدمات بلا شك الجميع يتطلع إلى تطوير الخدمات لها تفاصيلها لها آلياتها لها مشاكلها وحصرناها كلها ونحاول بإذن الله أن نحن يساعدنا مع المؤسسات الحكومية أن نحن نقوم بتطوير هذه الخدمات بالشراكة مع هذه المؤسسات ماذا نعني تحديدا بالخدمات؟ جميع الخدمات المقدمة للمواطن سواء كانت بشكل مباشر أو شكل غير مباشر سواء كانت في التعامل اليومي أو في التعامل الحولي أو التعامل السنوي كثير من الخدمات لا بد أن يتقدم للمواطن ولا بد أنه تكون كما يطلب دائما يطلب فيها القادة أن تكون على أعلى المستويات من الرضا تصل إلى الرضا والسعادة للمواطن نعم النقطة الثانية النقطة الثانية والهدف الثاني والأساسي كذلك إدارة الموارد الموارد البشرية هي حقيقة رأس مال البحرين فإدارتها بالشكل الصحيح بحيث أن بالفعل نصنع من خلالها قادة يقومون بحمل هم الخدمة وتقديم الخير لهذا البلد جزء أساسي لكن في كذلك إدارة الموارد المالية كثير من الموارد الأخرى لا بد من إدارة صحيحة المحور الثالث هو كيف نصنع سياسات حكومية مبنية على أدلة علمية نخدم فيها المواطن كثير من السياسات قد تكون غير مرتئة أو واصلة إلى خدمات المواطنين قد لا تكون بالجهد الكافي من ناحية العلمية للتشارك حول العالم لرؤية ما هي أفضل الممارسات عشان نعرف كيف وين نوصل فإذا ما كانت أفدنس بيز بوليسي ميكين رح يضل السياسات عندنا ناقصة وهذه لا يتأتى إلا بالعلم ولذلك عندنا كثير من البرامج لها علاقة بتطوير النحية العلمية سواء كان من خلال البحوث أو من خلال كذلك برامج ماجستير نعم يعني هذه النقاط نقاط كبيرة ومهمة جدا لكنها تحتاج إلى دراسات تحتاج إلى وقت كثير تحتاج إلى الكثير من الجهات التي تدعاون تحتاج إلى الاستفادة من خبرات مثلا دول أخرى سابقتنا في هذا المجال حتى نختصر الوقت ما في شك وتحتاج إلى البعد الرابع اللي هو نعم إدارة التغيير إذا لم نصنع التغيير بالشكل الصحيح كل الجهد السابق ضعه من أين نبدأ يعني في وسط هذه المعادلة الصعبة الخير موجود المؤسسات الحكومية اليوم المثال الذي ضرب في ثلاثة أمثلة ضربت في خلال اليوم الافتتاح كانت أمثلة واقعية وهي بالفعل غيظ من فيض كثير من الموظفي القطاع العام عندهم الإمكانية لهذا التطوير وكلهم في موقع حقيقة قائد يبقى شلون ممكن أن نوصل لحق هذه الأشخاص نطور من قدراتهم نحول طاقاتهم إلى أرض عمل واقعي يصدر فيه التغيير بالشكل الصحيح بحيث يوصل إلى المواطن بالشكل اللي يطلبه المواطن التحدي كبير ما في شك لكن المواطن يطالب أكثر طموحنا نحن كمواطنين نحن نطمح أن يكون هناك أكثر وإمكان البحرين أن يتوصل لأكثر لأن وصلنا بما هو اليوم موجود وصلنا إلى أن نقدم خدماتنا إلى دول من العالم سواء العالم العربي أو العالم من شكل العام نعم هناك كثير من الاقتصادات تقوم على موضوع الخدمات وكثير من الأمور الخير موجود في البحرين يبقى كيف نصل إلى موظفي القطاع العام نصنع منهم قادة والقيادة ليست اندريزلت ليست هدف في نهايته القيادة عبارة عن عملية متواصلة من التواصل بين القادة كيف ممكن يبني لذلك عندنا ما يسمى بالنموذج الوطني لتطوير القيادات مبني على سبعة محاور أساسية كيف ممكن أن القائد يبني نفسه كيف ممكن أن يبني قادة معه نعم نظريا هناك الكثير كيف يبني المؤسسة اللي فيها لكن واقع واقع يعني هي بالفعل واقع لو ممكن ياريك معنا لو نخبة بسيطة من القادة لتخرجوا معنا من المعهد وللنشرح نعم المعهد يعني كما هو مذكور في الأرقام المعهد درب حتى الآن ما يعادل 46% من إجمالي القوى العاملة وكذلك هناك العديد من البرامج التي تعملون على تطويرها مثل برنامج ماجسسير الإدارة العامة ممكن نتحدث باختصار عن مثل هذه البرامج التي تعملون على تطويرها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المدنية معهد الإدارة العامة ارتأى من البداية أن تكون خدماته للتدريب العملي وليس للتدريس لكن وجدنا أن هناك هناك فراغ موجود من الناحية العلمية لم يتم تغطيته من خلال الجامعات الأكاديمية فسعينا بالإضافة إلى البرامج القيادية التي يقدمها المعدو والبرامج التخصصية التي يقدمها المعهد وهي كثيرة جدا الحمد لله ارتأينا أن يكون هناك شراكة بيننا وبين أفضل الجامعات وأفضل المؤسسات التدريبية التي في العالم بحيث نصنع برنامج لماجستير الإدارة العامة بشكل صحيح يخدم البحرين ويخدم المنطقة ومن خلاله نصنع العلم الذي نطور من خلاله الإدارة العامة البرنامج الماجستير ليس برنامج أكاديمي وليس فقط برنامج إداري عملي هو الاثنين مع بعض ولن يقدم من خلال المعهد إنما المعهد ارتأنا يكون رأس الحربة في تطويره وبالفعل طورنا لخدمة البحرين لكنه سيكون من خلال جامعة البحرين ومع جامعة الأكس مغسين يونيفرستي في فرنسا بالإضافة إلى المدرسة الوطنية في فرنسا نعم الدكتور رائد بن شمس الموضوع جدا متشعب وهو شيء ربما لا يتسعلوا مجال نشاط الأخبار شكرا لحضركم شكرا جزيلا الدكتور رائد بن شمس مدير عامة هذا الإدارة العامة شكرا جزيلا لحضركم شكرا جزيلا وبالتوفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا